من فوى خارجية كلها دفنا يدرى في مصر وتكسر مصر لكن عايزة اقول مهما حصل مش هيحصل ان تبري في مصر ان مصر يدشنها رب البد يسوع بخدمي جسده ودخل هنا وصارت لي مسبح كبير مصر ليها وعد بالبركة وهي الوحيدة عما صدح الدورة الارضية ان الرب قال مبارك شعبي مصر لكن دي مؤامرات خارجية انا مليش في السياسة ولا لي هدف والكل يعلم دي مؤامرات خارجية ان يقوم المسيح ضد المسلم وتبقى هودا دايما انتوا عمليين كده بل بالعكس احنا نروح لصلي ونشتر نفاه ونحب من المسلمين ونحب مصر وعايز اقولي الجميع ان مهما حصل هتزيد محبتنا للمسلمين وهتزيد محبتنا لوطننا مصر والعائل هو اللي يروح يصلي ويرفع يديه وما يديش فرصة للمعذورين انهم ينفذوا خطابهم لان كل الهدف انك تيجي تعمل مظاهرة وثورة ضد البلد لكن البلد ورئيسها وحكومتها وكل اللي فيها احنا نصلي من عجلهم وربنا يحفظ مصر ويعاكس يكون للمصابين ربنا يكون معاكم نصرف بهدوء وبلاش ملاش المطهرات مش اسلوبنا مش اسلوبنا وما تخديك حد يأثر عليك يا حبيبي احنا لدينا عيادة مرفوعة للسامة ممكن ننزل السامة على الارض سوفنا ان احنا نصلي بس ولا نحتاج ولا نتظاهر بل بالعكس نكون خاضعين للدونة ورئاسات الدونة اخدعوا للرئيس وللملك وربنا يكون معاكم ويبارك حياتكم ويحفظكم من كل شهر